أما هلأ نرمين نحن مكملين بفقرات صباحنا غير لليوم صحيح ووصلنا رشا لمساحة دائما بيوصلنا استفسارات على البرنامج بمختلف قطاعات الحياة والأحداث واليوم خصصناها للمساحة التربوية لنجيب على بعض الاستفسارات يلي عم تورد من المعلمين أو حتى من الأهالي وأكيد بيسعدنا نرحب بالإستاذ سليمان اليونس مدير تربية يوم أشقي ساعة صباحك وأهلا وسهلا أهلا وسهلا وسهلا صباحكم صباح الخير أستاذ أهلا وسهلا نورتنا اليوم يعني مثل ما خبرت نرمين نحن كتير عم تيجينا تساؤلات وعم يكون في أسئلة واردة حول قطاع التربية اليوم هيك رح نحاول ناخد الكم الأكبر يعني خلينا فورا هيك نروح لأول سؤال توجه لحضرتك بالأمس كان في افتتاح لمدرسة ستة شرين ببرزة بدمشق وكان هذا الافتتاح بالتعاون مع السفارة الصينية ووزارة التربية أكيد ضمن المدرسة في جناح خاص لإقامة المعلمات خلينا نحكي عن هذه التجربة وأدي مهمة اليوم بموضوع توطين المعلمات أهلا وسهلا فيكم نحن بالنسبة لمدرسة ستة شرين كانت المدرسة خارج الخدمة بسبب العمليات الإرهابية التي كانت موجودة ببرزة وبفضل سواع الجيش العربي السوري تم إعادة المدرسة ضمن المنحة الصينية والتعاون بين السفارة الصينية ووزارة التربية عيدة ترميم وفرش مدرسة ستة شرين نحن بمدرسة تربية دمشق كان عنها الفكرة وهي عادة حال الاستقرار للعملية التعليمية بالنسبة لدمشق فتم إقامة جناح مستقل إقامة معلمات اللي هن معينين في دمشق وهن كانوا ساكنين بخارج محافظة دمشق دائما نحن قلق زميلاتنا المدرسات والمعلمات اللي تعينوا بالعقود الأخيرة هي الاستئجار تعرف نحن الأجار صار مكلف بالنسبة لموظف ترآت والسفار مرهق فلازم تكون هي وزارة التربية ومدرية التربية شريك بعملية حل مشاكل زملائنا المعلمين فكانت فكرة الجناح خاص بالمعلمات للإقامة طبعا الزميلاتنا اللي بيكونوا هن عازبات غير قادرات على الاستئجار ممكن سير تعميم للتجربات؟ حالان احنا هاي الفكرة أكيد هنتوسع فيها باقي المدارس الفكرة هي مو فقط في مدرسة واحدة إنما هيبدأ توسع بشكل أفقي بكافة المدارس نعم حتخل لكثير من المشاكل يعني إذا صار في تعميم لهذه التجربة أكيد صحيح يعني وخصوصا نرشى بذل الأوضاع اللي عم نعيشها عم يتكون يمكن الدوام أو الذهاب إلى العمل عم يكون فيك شوية معويقات ومن هاي المعويقات كمان الأم العاملة أكيد يلي عندها أطفال فكان في طلب من المعلمات أنه ممكن افتتاح حضانة بكل مدرسة بحيث الأم تقدر تضع طفلة بهاي المدرسة هلأي فكرة حضانة بالمدرسة بدها دراسة يعني نحن نعرف نحن الطفل يعني هو أكتر كائن معرض للجراسيم والمكروبات تاني شيء يعني تربيط الطفل ليست بالحال السهلة يعني أنا بدي أعمل حضانة أنا بدي أعمل فكرة متكاملة مشرفة حضانة ومكان معقم فكرة قابلة للدراسة ولكنها يعني ليست بكلمة أنه نعم أو لا خلينا نروح كمان لأستفسار وارد عم يسألوا حضرتك شو سبب اليوم عدم تفعيل مادة الرياضة والرسم ببعض المدارس مو السؤال غير معمم يعني بالإضافة أنه في بعض المدارس عم بتعاني من قلة وجود الأدوات الرياضية داخلها حلا دائما الحالة التدريسية هي حالة ضميرية يعني نحن ضمن أنظمة والقوانين كل الشعبة صفية في عنا مادة الرسم وفي عنا مادة الموسيقى وفي عنا مادة التربية الفنية وبحال وجود مدرسك المادة الحالة الطبيعية أن تكون المادة فعالة ومفعلة حلا نحن بمدارس دمشق دائما عم نسعى من خلال تفعيل مادة الرسم والموسيقى بإقامة مشاطات بالمدرسة ونوع من المسابقات حتى نحن في عنا نشاط على مستوى سوريا ومساود المحافظة بمشروع أكبار صغار عم نشوف نحن نشاطات زملاء أنا مدرسين الرياضة ومدرسين الموسيقى أحيانا نقص مستلزمات عملية يعني الرياضة نحن معرفنا أحيانا فيها بعض مواد تستهلق يعني أحيانا الكرة إذا ضاعت أو مثلا سقبت خلال يوم أو يومين إدارة المدرسة ليس من السهل أن ترجع تعوضها وخاصة أنه صار سمن المستلزمات العملية الرياضية كتير مكلف ولكن هذا لا يعني أننا نحن نزود كافة المدارس بالمستلزمات يعني كمان خلينا ننتقل لموضوع تاني هو تحول أو الانتقال من الكادر التدريسي إلى الكادر الإداري منشوفه كتير شائعة عند بعض المدرسات أو المدرسين كمان خلينا نسأل عن تفريغ الأيام بالنسبة للقادمين من غير المحافظة هلأ نحن بالنسبة لـ خلينا نبدأ السؤال من الآخر من التحول الإداري هلأ أنا فكرة تفريغ يوم هو كانت نوع من فكرة موجودة بوزاعة التربية لحل مشاكل زملائنا المعلمات من غير المحافظات وخارج المحافظات بس هلأ أنا كوجهة نظر شخصية أنا شفتها كانت هي عبء نحن نعرف أن تكلفة النقل ما بين المحافظات مكلف يعني أنا إذا كمدرس أنا ساكن لمحافظة تانية إذا بدي أطلع خلال كل خميس وجمعة على محافظتي ممكن راتبي ما بيؤدي مشوارين فنحن كانت الفكرة بدي مشخيه التوطين البديل هو نحن نأمن أماكن سكن لزملائنا ضمن الممكن كفكرة جناح المعلمات هلأ دائما تحويل العمل الإداري أنا بلاقيه نوع من الهروب من المسؤولية يعني أنا لما بدرس أربع سنين جامعة كأدب إنجليزي أو أدب فرنسي أنا مفروض أنا ما درسته في كليتي خلال أربع سنوات أدمه لجيل أو جيلين يعني أضعف الإيمان ولما بوصل لنقطة يعني أنه أنا صارت صعب أن أقدم كمدرس يتحول إلى عمل إداري ولكن الهروب إلى العمل الإداري أنا بلاقيه نوع من الهروب من المسؤولية وخياني لدراسة أربع سنوات يعني تضيع لجهدي وحلم أهلي فيني أربع سنوات يتحول أنا مثلا لأمين سر أو أمين مكتبي يعني حرام طيب في أهلي بتتبعوا بهذا المجال طبعا فيه نحن نظام داخلي نظم لهذا الموضوع نحن بالنسبة للتحول العمل إداري يحتاج إلى خدمة لا يقل عن عشر سنوات وخمس سنوات بالنسبة للإدارة أو معاون المدير خلينا نروح إلى سؤال عم يقولوا في بعض المدارس كمان اليوم نحن ما بنا نعمم أكيد الملاحظات عم يكون في حالات عنف بين الطلاب ورغم أنه عم يكون في توجيه إرشاد نفسي لحل هدول مشاكل إلا أنه غير كافي وعم ترجع تتكرر هلأ نحن ما بنا نتخبأ وراء أصبعات نائية الحالة موجودة ونحن عم نعالجها بالنسبة لدائما في دورات الإرشاد النفسي والاجتماعي دارة البحوث عنها نحن دائما دورات بشكل مستمر هلأ عملية العم في حالة مجتمعية تحتاج إلى تكاتف الأهل مع المدرسة مع المنظمات مع المجتمع المحلي مع الإعلام نحن طعنا عشر سنين حرب يمكن ولدت عنا كتير من المفاهيم الخاطئة بالنسبة للغة التعاطي مع الآخر تعلم الوجداني نحن عنا بدأ موجود في مدارس هو يعنى بعلاقتنا مع الآخر علاقتنا مع الكبير علاقتنا مع المدرس نحن نعم نعترف يوجد حالة عنف أحيانا طبعا كمان ننعم ولكن أحيانا حالة أو حالتين قد تسيء لعملية تعليمية بكافة المدارس وتعطي حالة خوف نحن دائما نفكر أن الطالب لازم يشعر أن المدرسة هي ملازل وحيد وهي حلمه وهي حالة الانتظار لتاني يوم الصبح وروح المدرسة يكون سعيد فأي حالة عنف ما بين الطالب والمدرس وما بين الطالب والطالب تعطينا حالة سلبية هي حالة كاتفية مجتمعية بتمنى نحن أن نصل لأدة حلول بهذا الموضوع بشكل عام يعني عنف غير محبظة أبدا بكل أنواعه كمان رشا بدنا ننتقل الموضوع كمان عندك أولادي ويمكن بتعاني منه منلاقي كنا نتعود على الدرسة الخصوصية هي بالشهادات بالتعليم الأساسي أو بالحطة الثانية هلأ أصلنا عم نشوفه بالحلقة الأولى وحتى الصف الأول مبرر اليوم أنه صف أول مثلاً أو صف تاني الأهل مضطرين حطوله دروس خصوصي برأيك شو سبب هاي الظاهرة ممكن تكون صعوبة بالمنهاج أو يمكن ما في آليات أو أدوات أو تكثيف عن بقول؟ أنا من خلال تجربتي الخاصة حضرتك أكيد مطلع على المنهاج الابتدائي يعني بنظر حضرتك يعني بتحس أنه هذا المنهاج خرج طفل صف أول تماماً يفوت بموضوع التكاثف كيف بدو يصير كيف الظل بنعكس على المرآت هدول القصاصي اللي نحن أكيد نحن مرأنا فيهم ولكن بعمار كنا قادرين نستوعب شو يعني تكاثف كيف يتشكل الغاز كيف يتنعكس المرآت هدول كانوا بمراحل يعني كبيرة بالرابع بالخامس هك بتذكرون هلأ نحن نكون صريحين هلأ حالة دروس خصوصي تماماً يتحمل مسؤولية الأهل تبدأ بلغة عامية تبدأ ببرستيج كانت موجودة عند شهادات وبدأت هذه العلة تتفشى حتى وصلنا إلى صف الأول ابتدائي الدرس خصوصي مدائماً هو حالة مفيدة هو نوع من أحياناً حالة تفاخر نوع من حالة التصابق أحياناً بفكرة أنه أنا لم يدرس ابني لا المدرس قادر أنه يعطي المنهاج ضمن الصف طبعاً نحن ما نقول أنه وصلنا إلى حالة مثالية أما بالنسبة لصعوبة المنهاج فأنا ألاحظ على منكم يعني نحن ما بمكاننا نقارن حالنا بأطفال اللي جيل 2022 نحن على زماننا كان بيتنا موجود براد مكواي تليفون أبو قرص ويا دوب يعني أربع خمس أشياء كهربائية هلأ الطفل عم يوعى على الدنيا قدامه موبايل ونيت وآلاف الأجهزة الإلكترونية وعالم من الفضاء المفتوح قدامه فمستويات ذكاءه عم تكون عالية جداً فذلك حنا نشوف أحياناً الطفل إذا نعملوا جولات أحياناً على الروضات الأعمار ما دون الست سنوات يعني مركز طفولة المبكر أحياناً بتشوفي أحياناً الطفل عم يحاكيكي بحالات إبداعية كتير حلوة فنحنا إذا بنا نرجع داماً مثال إذا أنا بدي عيش زمن باسم ورباب أو كان هلأ كانوا أشخاص حقيقيين كان هلأ أعمارهم بالستين يعني هلأ على باب تقاعد طيب فلا يشبه التسعينات لألفين واثنين وعشرين بس فيوني نقطة كتير مهمة حضرتك ذكرت نحنا أكيد ما بننكر أنه هذا الجيل تكنولوجيا كتير أثرت فيه وعطيته أفاق كتير بس كما أنت ما فيك تقارن أستاذ أهل اليوم اليوم أنا كأم مثل أمي أنا على دور باسم ورباب خلينا نرجع بهاي القصة يعني اليوم مو كل الأمهات قادرات ومؤهلات مؤهلات اليوم أن تفوت بهذا المنهاج وتكون أنه هي فبتطر وقتها تروح للدرس الخصوصي بوقتها يعني أي حالات استثنائية بس كمان نرجع من قول يعني لكل زمان وإله منهاجه وكل زمان وإله طريقة تفكيره تمام؟ أنا ما بيمكاني أنا يعني عيش أطفالي بزمني ولا أعطيهم منهاج بيشبه منهاجي ولا لبس بيشبه لبسي لذلك نحن أحيانا نشوف صراع الأجيال موجود صراع الأجيال نفسه هو صراع المناهج يعني الحالة هي حالة واسعة متما نشوف نحن أحيانا والدي بيقول لي أنه أنا على زماننا والله كنا هيك وهيك وأنا أقول له لأبني والله بزماننا كنا هيك وهكذا فالمنهاج هو صورة مصغرة عن حياة الإنسان وصراع الأجيال مع بعض البعض لن نتقبل جيلنا الصغير ولن يتقبل جيلنا نفس المبدأ المناهج المناهج حكينا كثير فيها سابقا ولكن هو صدقنا هو يعني من آراء أو رصد لكثير أشخاص حوالينا دائماً عم يقولوا أنه صف أول ثاني ثالث عم يلاقوا الصعوبة حتى أنه ندرسه يمكننا أدخلهم هو بده حلقة كاملة يعني أنا فعلا رح ننتقل لموضوع تاني هو الأدوات التدريسية منعرف قداش هي مهمة وخصوصاً بألفئات الأولى لحتى يعني تقدر توصل المعلومة من خلالها وحضرتك ذكرت من شوي أنه نحن ما منقدر كلمة تلف شيء أنه فوراً نقدر نعوض ممكن يكون في الأهمية الأدوات فيه مثلاً تنشؤوا دورات خاصة أو يكون في حل سريع تعملوا لتعويض هذه الأدوات أو إيجادة طبعاً نحن في عنا دائرة أصدار تقنيات التعليم دائماً أي منهج بكل موجود يواقبه فوراً تقنيات التعليم تساعد في عملية تعليمية بالنسبة للمنهج سواء باللغات أو بالمواد العلمية دائماً نزود نحن المدارس طبعاً مدارس التربية نحن متأثر بتزويدنا بتقنيات التعليم من المخابر من الأدوات المشتغل فيها نحن بالنسبة للعملية التعليمية ولكن نحن كمان مدارسين نحن مؤهلين نحن كثير من نشوف من زميلاتنا المدارسات كمان المقصين بالدبلوم التأهيل التربوي أحياناً بيعملوا نوع من التقنيات من توالف البيئة تساعد على العملية التعليمية أو أحياناً قد تكون مساعدة في البحث أو في التدريس نعم هلأ السؤال الأهم عند كل حدا اليوم تابعنا بعد صدور قرار وزاري بطبيعة العمل كل عميسة الأهمت رح يتم صرف التعويضات هلأ بما أنه طلع التوزيع التعويضات قلص معناها يحال إلى دائرة المحاسبة ويبدأ انتباراً من الشهر القادم نعم كمان خلينا ننتقل لخطتكم بموضوع توطين المدارسين ما رأنا عليها هيك مرور الكرام ولكن إذا في خطة منهجية رح تكون ومن خلال رح نحكيه أنه هل رح يتم مراعاة سكن المدارسين وغيره من الاستفسارات هلأ بالنسبة للتوطين التعليم كمان هي حالة مجتمعية أنا من خلال قناة من الإخبارية المغالية أنا أتمنى ما تكون هي دائماً نحن نزج وزارة التربية أو مديرية التربية بحلول أحياناً قد تكون أكبر من قدراتها هلأ أنا لما أكون نحن قديماً نرجع بالأجيال لما كان أحياناً مدرسي نروح على ضيعة معينة تلاقي أهل الضيعة يدللون للمدرس يأمنوا له السكاني يأمنوا له أكل وكذا وإلى آخر هلأ أنا أحياناً متمنى نحن أنه مثلاً لما تكون في مشاركة معينة المجتمع المحلي وما بين مدير التربية يعني مو خطأ نحن أن نشوف نوع من المشاركة من المنظمات من الأهالي أحياناً بمساعدة على توطين التعليم يعني ما عني شيء أحياناً مو غلط أنه يتبرع مثلاً أحد التجار أو كذا تمام؟ يتفع أجر بيت مثلاً لمدرسات بمنطقة أولاً ما قال لي أنا مثلاً ما بدي أجر بيتي لأنه لمعلمات يكون بدأ ما أخذ مية أخذ خمسين يعني تكون نوع من حالة زكاة أو حالة مساعدة نحن نشوف أحياناً مساعدة بمكان غير مناسب هي حالة مجتمعية طبعاً مدير التربية بدأت بفكرة الجناح الخاص للمعلمات لكن هذا هل يكفي؟ لا بدأ يكون فيه تشاركية طيب أستاذ خلينا نروح لطلب الوكالة الاختصاصية في شيء إعلان قريب لأينا؟ دائماً الوكالة الاختصاصية دائماً مفتوحة ساعة وكالة كمان كلها دائماً مفتوحة لأنه قطاع التعليم نحن قطاع يغلو عن الطابع الأنسوي فلذلك دائماً نحن في عنا حالات الأمومة موجودة فلذلك نحن دائماً بحاجة إلى وكالة اختصاصية بحالة إلى حالة تكليف فلذلك ما في عنا إعلان محدد دائماً مفتوح نعم خلينا هيك بالخطام يكون رسالة لك أو نسأل اليوم عن أولى الملفات أو أهم الملفات التي تشتغل عليها وزارة التربية هلأ دائماً نحن كمديرية التربية دائماً نمشي ضمن خطات وستراتيجية وزارة التربية دائماً نحن بالنسبة للـ 2022 هو عام يتجه باتجاه المدارس التعليم المهني التعليم المهني نحن نعرف صدر مرسوم الإنتاج كان كثير مكرومة من السيد الرئيس بالإضاءة على التعليم المهني والبحث عن مهن جديدة ويكون الطالب شريك في عملية إنتاجية يصير عنده وارد فلذلك نحن شفنا قبول الطلاب كثير كان أو تقبلوا الطلاب فكرة المرسوم بكثير من تشجيع نحن نتوقعين العام القادم يكون فيه رغبة كبيرة من الطلاب أنه يتجه باتجاه التعليم المهني هنا نقطة نقطة تانية نحن دائماً في عنا تعلم الوجداني يصار له عام كمان شفنا أسره إيجابي من خلال تأسر الطلاب تغيير أفكار الطلاب حالة العنف اللي عم نشوفنا نحن بين الطلاب هلأ هي اهتمام سيد الوزير كثير بفكرة أنه تقرب من الطلاب الاتعاد عن العنف عدم التعامل العنيف مع الطالب حتى لا تصير نوع من السلوكية نعم تمام كثير من المعلومات نحن اليوم دائماً نتمنى وتواجدكم معنا دائماً أنتم القطاع الأكبر والمهم يعني عند كل الأشخاص لهيك دائماً بيكون الأنظار عليكم مثل ما بنقال وكمان أنتم تشكر وزارة التربية للجهود أكيد للفاقد التعليمي لمحاولات دائماً نيرمين أن تلاقي الحلول موضوع التوطين دائماً في نقطة كثير مهمة أنه دائماً بالمسابقات عم بيروحوا الأشخاص أنهم يقدموا بمحافظات تانية بيكون في مجالات أكتر للشواغر فبينقبلوا بمحافظة غير محافظة هون عم تكون المشكلة يعني هلأ هو الشرق أو خلينا نقول العقد شريعة المتعاقدين تمام لأن أحمل عنكم هون شوية مسؤولية هلأ المدرس لما أدم المدرس تم محافظة دمشق فهو عرفان أنه سيروح على محافظة دمشق فهو لم يخدع تمام تمام أحيانا كتب بيجول عن بعض المدرسين أنه أنا مثلا محافظة فلانية عينتوني بدمشق ما أنت قدمت أنت قدمت نحن اليوم عم نضوّل فكرة أكتر في نهاية المدرسين والمدرسات هنون أولاد وزارة التربية ودائما التعويل عليها هي لإيجاد الحلول ولو كان أحيانا الظروف صعبة والإمكانيات شوي محدودة ولكن دائما التعويل بيكون عليها هي تحس بوجع أكتر بتحللهم المشاكل أكيد هلأ هي نحن الهدف الأول هو الطالب وأن يكون الطالب مدرس لذلك نحن نصر المدير التربية الدمشق لما تعلن عن حاجته لمدرسين بناء على نقص ببعض المدارس فأنا لما أعين في دمشق خصوة أبنة إللا محافظة ثانية فالمشكلة ما زالت موجودة نعم شكرا شكرا أكيد الأستاذ سليمان اليونس مدير تربية دمشق للإجابات اليوم التي قدمتها ونورت صباحنا اليوم أهلا وسهلا بكم شكرا أهلا وسهلا بكم شكرا